المترجم للقناة 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 إننا بدأنا بداية علمية لتخطيط جيد للغاية مش مسألة يلا بينا ويلا نقعدون نشوف ده يجيب صاحبه وده يجيب قريبه لا ما فيش كده خالص كان فيه مواصفات معينة دقيقة للغاية كل اللجنة التنسيقية الحقيقة وزملائي كنا بشكل دقيق جدا بنغير في الأسماء بشكل يومي نتأكد من كل واحد لنا مواصفات يجب أنه يتفق معها إضافة إلى النهج العلمي والتخطيط والأسلوب يعني اللي هو الأسلوب الدقيق في ظبط كل شيء ده كان الحقيقة ده السبب الرئيسي في قوتنا وده السبب الرئيسي إن احنا ظهرنا بشكل جيد الشغل العسكري والاستراتيجي كان واضح يعني يعني تضيب تقولي كده بس زملائي طبعا المدنيين والناس الحقيقة كانوا كلهم معلش استكمالا للنقطة دي ولا الشغل الأمن أنا عارفة أنه مش لأول مرة ترد على الاتهام ده لكن الاتهام ده ما زال يلاحق قائمة في حب مصر تنسيء وأجهزة أمنية وفرض الأسماء بعينها زهقت من الموضوع ده السبب جدا حقيقة لأنه بتسقله يعني كتير كل مرة في الإعلام وببرا الإعلام ده أنا صعيتي بقى في جلسات عادية جدا مع ناس يعني وأصدقاء ومعارف وبتاعت سقل هذا السؤال لأن الإعلام مسك القصة دي وعمل منها موضوع كبير تفتكر إيه السر في أن بيتم دمن التركيز على النقطة دي أو بيتم اتهمكم بده أولى حضرتك لأن القائمة ولدت كبيرة الحقيقة ولدت بقوة يعني عندما بدأنا واستمرينا وظهرنا إلى الرأي العام في الموعد الأول اللغية التغى وبعدين رجعنا هنا تاني أعملنا مؤتمر في أحد الفنادق وقدمنا الناس فالناس كانت الحقيقة مشرفة للغاية وعملنا مؤتمر إعلامي أيضا حضروا الإعلاميين وشافوا قوة هذه القائمة فيمكن من ساعتها بدأ الفكرة بتاعت الناس دي مسنودة الناس دي إزاي يوقف على رجلها بالشكل ده إزاي كبروا كده بمر يعني لكن حقيقة أنا دايما بقول اللي عنده دليل على مساندة الدولة فليقدم مثال واحد أنا عايز كل ما حد يقول لك طب ديني مثال يعني أنت خدت الكلام ده من يقول لسمعته بتسمع حاجات كتير لكن في فرق بين السامعة والحقيقة الحقيقة أننا غير مساندين ونحن لسنا قائمة الدولة ولكن نحن قائمة وقفة على رجلها بشكل جيد لأن احنا بنتعامل أولا مع الكل اللي بيحترام شديد سواء اللي بيشتمنا أو اللي ما بيشتمناش سواء اللي بيهاجمنا أو اللي ما بيهاجمناش ومش هنهاجم حد على فكرة ده نهجنا وده ده الأسلوب اللي احنا للمئة وعشرين كلهم عارفينه نحنا ما فيش هجوم على حد ما فيش إساءة حتى لو تساءلنا وما فيش أيضا شعات نطلقها على أي حد على الإطلاق نهتم بنفسنا والعملنا في الميدان على الأرض في الشارع والما لنجد عورنا خالص طلع بقى تسع قوايم طلعوا عشر قوايم طلعوا اتناشر وعند فيه ناس بتاتهمنا إن احنا أثرنا على قائمهم عشان يخرجوا يعني احنا بقى ده احنا بقى الدولة ولنا سلطة على القضاء وسلنا لنا سلطة على اللجنة العليا للانتخابات ده كلام يعني مش معقول حتى مش منطقي يعني إنما احنا بنشتغل في حلنا بنشتغل ونقو نفسنا وبنتعلم من أقطاءنا إذا كان في قطأ حصل وأيضا العمل الميداني المخطط ده شغلنا ومنعمل كده طيب منتوج قائمة الدولة لكن هتكونوا بعد كده يعني القائمة المدافعة بس مش عن الدولة بقى أكثر تحديدا عن القيادة السياسية أو إن دي هتكون قائمة الرئيس بعد كده في مجلس الشعب بصد قائمة الرئيس برضو المسمى مش مظبوط لكن هل نحن نؤيد الرئيس داخل البرلمان ده بالتأكيد ده بلا نقاش نحن مع السيد الرئيس قلبا وقالبا في جميع خطواته أثناء رئاسته في المدة الأولى وإذا ربنا أشاء في المدة الثانية حيبقى لنا سنة واحدة في المدة الثانية لأن إحنا خمس سنوات نمو الرئيس أربع سنوات فبالتأكيد نحن نسند الرئيس ده قولا واحدا وبلا رجعة تماما لكن هل نحن نراقب الحكومة هل نحن ممكن نخطئ الحكومة في موضوع احنا شايفينه أنه هو لابد أن يكون في الطريق الصحيح لصالح الرأي العام ولصالح الشعب المصري ده ممكن جدا العكس ده واجبنا وده حيتم هناك فرقة بين الاتنين حقيقة يعني طيب ما تعرفنا أكتر كده عن القائمة يعني قوامها أعضاءها الأحزاب اللي فيها حاضر احنا قائمة 120 حسب القانون عندنا 40 فرد مرشح يعني من زملائنا تابع الأحزاب وعندنا 80 واحد مستقل الأحزاب عددها 10 أحزاب اللي موجودة معنا مش كلهم متساويين في الأعداد اللي موجودة معنا في أربع أحزاب فقط هي الأحزاب اللي لها 8 أفراد في كل حزب هم تحديدا المصريين الأحرار والوفد وحماة وطن ومستقبل وطن دول أربع أحزاب اللي كل واحد دي 8 ليه دول احنا شايفين أولا أن دي أحزاب لها وزنها أولا حزب مستقبل وطن ده حزب الشباب وهو حزب الشباب الوحيد في المية واربعة حزب اللي موجودين في مصر فكان لابد نحنا احتراما للشباب واعتقدنا الراصخ بأن الشباب هم مستقبل هذا الوطن وعلينا أن نعطيهم خبراتنا وعلينا أن نعطيهم ليست فقط الخبرات ولكن العلم المتوفر إذا كان في قطاعات مختلفة كل واحد عارف حاجة يقدر اندهالهم واندهالهم وده واجبنا الحقيقة وأنا شايف ده حق الوطن علينا وحق الشباب علينا فده الحقيقة اللي خلانا مقتنعين تماما من إحنا يجب أن نضم إلينا مستقبل وطن وهو الحزب الشبابي الوحيد في المية واربعة حزب في مصر ونحن نفتخر بهذا على فكرة أن هذا الحزب الوحيد موجود معنا يمكن ده الحزب اللي احنا تفهمنا معاه بشكل أو آخر عشان ينضموا كان الحقيقة فيه اتصالات منهم قبلها لكن نقدر نقول جميع الأحزاب مش هكذا أقول جميع الأحزاب اللي في مصر ولكن غالبية الأحزاب اتصلت بنا للانضمام إلينا من أربع أحزاب دول حضراتكم اللي تصلتوا بيه لا 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 خالص ما حصلش لا لا هو حزب مستقبل وطن كان فيه حديث ما تصلناش لكن كان فيه حديث متبادل بينا وإحنا وافقنا مباشرة أول معارضوا علينا وقلنا آه حزب الشباب ده لزي بيكون معنا جميع الأحزاب الأخرى اللي دخلت معنا أول اللي ما دخلتش معنا وده عدد كبير هم اللي تصلوا بينا وانا لم نسع لأحد يعني احنا لم نسع لأحد وانا بيتعالى معنا رجوك تعالى خش معنا تفرق إيه وليه بتأكد على النقطة دي يا فن لأن تقال علينا أتقال علينا شخصيا أننا كنت بسرق الأحزاب من القوائم الأخرى ممرشحين من قوائم ثانية ممرشحين علما بأننا بقول على الهوى لو أنا يعني كلمت أي حد من أي حزب وقلت له نضم إلينا واسيب حزبك يطلع الهوى دلوقتي ويقول يقول أيوة انت كلمتني أنا لم أفعل ذلك على الإطلاق احتراما لنفسي واحتراما للأحزاب مش معنى الأحزاب منافسة إن احنا نسرق منهم عضاقهم ده كلام مش منطقي وأنا ما عملوش على الإطلاق وما عملتوش وأنا مصر ولو عملتو مع واحد يطلع دلوقتي يقول أيوة انت كلمتني وقلت لي أتحد احتراما للناس واحتراما لأنفسنا لكن الفكرة كلها الشائعات تاني الضرب فينا بس تدخلتم في اختيار الأعضاء من الأحزاب اللي بتقدموا ليكم آه طبعا ده أنا أعيز أطمن إنه فيش حد يوسيق للقائمة ما ممكن تقدم لي واحد مثلا خارج من السجن وسارق البلد وناهب الأراضي وكلام ده كل لا ده إحنا بتتأكد إزاي بقى بتأكد أولا أسماء معروفة اللي عملت كده دي نمرة واحد نمرة اتنين في مصلحة الأحوال المدنية يمكن لأي حد أنا فيش تقارير أمنية بتجي لك هذا الكلام بشمع هو مجلس أمن ده مجلس برلمان مصر بحول بس يمكن لا 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 هذا الكلام ده أنا سمعته كثير أو يعني حضرتك بتقولولي بس أنا سمعته آلاف المرات يعني فدلوقتي عشر أحزاب عشر أحزاب آه كل الأربع الأولانين اللي حد قلتلي عليهم من كلهم كل واحد تمانية بالظبط كده البقين بقى يعني برضو في ثلاثات في اتنينات في كده لكن على أي أساس برضو يعني يعني مش عايز أقول حجم الحزب برضو بس لهو الوزن النسب لكل الحزب فيه أحزاب لسه ما اختبرنهاش ولا اختبرنا قوتها ما احنا بنقول بقى الأحزاب اللي ما اختبرناش قوتها دي وهتخش البرلمان فرادة في الفردي عليهم أن نثبته لنا ولغيرنا وللشعب المصري أنه حزب جامد وقوي ده الأمل يعني احنا البرلمان الجديد ده احنا أملين فيه أن هناك أولا حاجتين ممارسة سياسية حقيقية نمر اتنين نخرج بأحزاب قوية ده الأمل يعني صحيح أنا غير منتمي الأحزاب بس هميني جدا نكون فيه أحزاب قوية في مصر لأن الديمقراطية وممارسة ديمقراطية وممارسة سياسية مش ممكن تبقى بدون أحزاب في العصر الحالي يعني زائد أن لابد أيضا يكون هناك معارضة وطنية حقيقية بدون إسفاف بدون طيب وبالنسبة للفردي يعني برضو حب مصر ليها تواجد بالنسبة للمقاعد الفردية بصي حضرتك يعني البرلمان يعني يقترب من الستة ومية احنا بنكلم على مية وعشرين يعني حوالي عشرين في المية من مقاعد البرلمان تمانين في المية في الفردي فإذا كنا نريد بالفعل يعني يكون لنا كيان داخل البرلمان أنا بتكلم على قائمة في حب مصر ونحن ليسنا حزبا احنا مش حزب لكن احنا قائمة اقتلافية وطنية تريد الخير للبرلمان القادم وتريد مصر الخير خلاص ده أولينا الرؤية من 18 بند موجودة عن المواقع بتاعتنا سواء الموقع الرئيسي بتاعنا أو فيسبوك أو تويتر أوكي تمام وإحنا أعلننا هذا في الوسائل الإعلام 18 بند دول إيه والفرق بين الرؤية والأهداف إن إحنا معانا عشر أحزاب كل حزب له أهدافه فكان المستحيل إن إحنا نقول العشر أحزاب دول كل واحد يسيب أهدافه بقى وتعالوا بقى نعمل أهداف موحد إحنا معانا الاشتراكي ومعانا الناصري ومعانا الليبرالي وكافة توجهات وصعب جدا إن الكل يبقى له توجه واحد فلذلك إحنا لجأنا للرؤية الرؤية في الرؤية العامة والكل يتطفق فيها طرح ما أنت متجنس بجنسية مصرية ما ينفعش إنك تقول لأ ولا على بند يا سيادة اللوع مدام إحنا محناش حزب ومفيش يعني يعني الحديث عن الرؤية إيه الضامن إن الناس اللي في القايمة دي أول في حال نجاحهم كل واحد هينصرف لحزبه أو اتجاهه أو طيار السياسي اللي بيؤمن به فبالتالي الهدف اللي قايمة حب مصر إنشأت عشان هزي ما حديك قلت كده دعم برضو الرئيس والدولة المصرية وكل الكلام ده ما يبقاش فيه التزام قاوم أنا حرج عن السؤال اللي حديتك سألتيه من شوية قلتي لي الإختيارات يعني على أساس إختارهم بالنسبة للعناصر اللي جاي من أحزاب إحنا طلبنا من الحزب إنه هو يدينا عدد أكبر من العدد اللي إحنا هتخدمينه أيوب الزبط كده علشان إحنا نفرز هذا الكلام ونتأكد من حاجة واحدة الوطنية المرتفعة العالية جدا الحقيقية للي نرشح اللي حينضم إلينا طالما نضم إلينا ووطنيته عالية ورجل مش داخل عشان يعني لا وجاهة برلمانية ولا مصالح شخصية ولا أي حاجة من كلام دي أنا ضامن إنه هو حيخش بوطنيته وبحبه لهذا الوطن في إنه هو تضام برضو تاني إنه يريد الخير وليس يريد الهدم لأنه في ناس داخلة تهدم تاني في ناس داخلة علشان هدم الدولة بوضوح مين دول؟ العناصر اللي هي لسه كانت مرتبطة يعني نقدر نقول مش عايزة يعني أحدد علشان برضو دول منافسين لنا ومش عايزة أزعع الحد لكن الناس جربت قبل كده يعني ببقى أكيد حداك برضو عايز تكسب الانتخابات شايف إنه غيرك بالتأكيد لا فتقول لي يعني مين اللي شايف عايزة أقول إحنا جربنا سنة سنة كئيبة مريرة مظلمة فما أعتقدش حد يريد حد من الناس دي تاني بصرف النظر عن اتجاهاتهم المختلفة طب معلش بنتكلم في طيار إسلام سياسي ولا حزب وطني سابق لا لا طيار إسلام سياسي بالتأكيد بشكل واضح أنا معايا ناس من الحزب الوطني السابق بس ناس معلاش أي مشكلة نظاف اليد ما سرقوش ما دخلوش في قضايا ما دخلوش في مواضيع الأراضي اللي هي الناس كلها زعلانة منه ناس مشهود لهم بالوطنية أسر وعائلات كبيرة كان بتكسب البرلمان أصلا من قبل الحزب الوطني يعني قبر عن جدا والناس دي موجودة هتكسب بشكل واضح سواء كانت مع الحزب الوطني أو مع قائمة في حب مصر أو مع جيره احنا فرزنا الكلام دا ميدانيا وعملنا يعني نقدر نقول دراسات واسعة جدا احنا مشتغل بقى نكتر من سنة سنة ونص يمكن بس فيه برضو من الحزب الوطني يعني عليهم كده شبهات سياسية مش هقول جرارب يعني لا يمكن حد تلاقيه عندي أو عندنا في قائمتنا عليها زي الشبهة لكن بعيد عن حضرتك بقى وحتى مش عارفة ازاي تبعت برضو إصرار أحمد عز على دخول الانتخابات ده قراره الشخصية ما أعتقدش أن المجتمع والرأي العام وحتى مش عقولك سياسيين حتى أقولك الناس البسطاء في الشارع يعني أعتقد أن عليهم علامات استفهام على هذا لكن ده قراره طيب نرجع بقى أهل حديك بتقول أنا ضمن أن الناس اللي عندها وطنية دي تلتزم برؤية قائمة في حب مصر أو على الأقل بالدرسات اللي احنا بنعملها وحنعملها وأيضا بالتشريعات اللي احنا شايفين فيها مصلحة للدولة أنا أشك كثيرا أن هم يصوتوا ضدها مثلا أو يقفوا أمامها يعني ما أعتقدش لأن الناس دي احنا تعملنا معهم بقالنا مدة وسمعناهم وشفناهم ونطلع مؤتمرات بيكونوا معنا لا أعتقد أنا عندي ساقة كبيرة جدا في أنهم يريدون الخير لهذا الوطن بصرف النظر عن الانتماء الحزبي وبصرف النظر عن هو بعد ما يخش البرلمان سيرجع لحزبه هذا الزبط ده يجب يرجع لحزبه ده مش خيار ده دستور بيوقيته ولا قدر يغير بزبط ولكن مواقفه السياسية أعتقد ستبقى مويدة طيب بما أن حدك كلمت برضو على الحياة السياسية أو الرؤية التشريعية أو القوانين خلينا نتكلم الأول على أول 15 يوم في عمر البرلمان وإقرار أو عدم إقرار القوانين اللي خرجت في عدد الرئيس ربعمية تقريب آه بالضبط هنلحق 15 يوم مدة كافية هنمرر القوانين دي هنعدلها في وقت لاحق إيه رؤية بص مستحيل مستحيل لو جبنا برلمان يعني الرجل الأخضر اللي هو مش هيقدر حم محدش هيقدر خلص 400 قانون في 15 يوم أنا شايف بأمانة شديدة أيها إن يجب إقرار جميع القوانين بالحل ما ده فيش حل تاني أو أنا حياة كنت لغاية فترة قريبة عمال مش عارف حنحل المشكلة دي زي بالضبط كده لكن أنا شايف إن إقرار الـ 400 قانون ككل ثم بعد ذلك اللجنة التشريعية تبص على القوانين اللي فيها عوار والمطلوب تعديلها وتدرس وتقدم أو تقدم هذه اللجنة التشريعية إلى البرلمان رأيها في هذا القانون والبنود التي يجب أن يتم تصحيحها سواء كانت تصحيح البند نفسه أو تغيير البند ونأخذ بالقوانين بقى بأهميتها يعني أنا في رأيي الشخصي إن إحنا يجب أن نأخذ القوانين الجنائية اللي بتصب في الشخص الفرض قد يكون وإنك أشخاص محبوسين ظلما فأنا يهمني جدا مثلا إن ضرورة حقيقة العدل مع الناس دي اللي هي أنا مرحش مين لكن أنا بقول القوانين الجنائية والقوانين التي تمس أموال الناس أين كان هذا القانون بحيث هذا القانون لو كان إنه بيأخذ فلوس من الناس غلط أو بظلم يجب أن تعاد لأصحابها على الأقل فأنا شايف إن دول مجموعات القوانين التي يجب أن تبحث من وجهة نظري الشخصية طب هو القايمة مش عاملة ورشة برضو لدراسة القوانين إيه المطلوب للتعديل يعني نبقى جهزين قبل دخول البرلمان لا مش بقول لك حاجة ما فيش قرارات متاخدة ولكن في رؤية فيها داخلية عندنا في نقاش داخلي داخل لجنة التنسيقية ويمكن كان معظم الناس يقول لك طب حق يعني ربعمية القانون دول حناخدهم 15 يوم إزاي وحاجات زا كرة عشان كده بقول نبقى محضرين نفسنا لا نقول لحضرتك يعني هي رؤية قوارين الجنية ولتمص المواطن حياته أو تمص شخصه أو تمص أمواله احنا شايفين ان دي تبقى في الأول لضمان العدالة مع الجميع وهي العدالة مطلوبة واعتقد ان الناس كلها طلبها دايما يتكلموا على العدالة وهل برضو بتفكروا أول بعد 15 يوم تطلبوا تعديل الدستور لا أنا رأي شخصي ورأينا برضو ان احنا يجب ان نمارس الدستور أولا الدستور لم يمارس يعني حتى الآن ما فيش ممارسة فعلية للدستور ما حصلش لكن ندي فرصة لممارسة الفعلية هناك يعني فيه مجموعات ناس وانا منهم ان فيه بعض المواد يجب ان تتعدل زي ايه يا سات الله يعني موضوع مثلا تعينات الوزراء وتشكيل الحكومة وتغيير الحكومة وتغيير الوزراء والكلام ده يعني صلاحات البرلمان في مقابل صلاحات الرئيس ده إلى حد ما صحيح وايضا بعض البنود الأخرى يجب ان تعدل ولكن برضو هذا حكم مبدئي الحكم الفعلي بعد الممارسة يجب ان نمارس فعليا الممارسة الدستورية الحقة سواء كان بس مفهوم بس اللي سارع بإطلاق هذه الدعوة فهم أو يعني فهم ضمنيا كده من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الدستور كتب بنوايا حسنة ان دي دعوة من الرئيس لتعديل الدستور لأ هو مصير اصلا قائمة في حب مصر مدام هي مؤيدة للرئيس فهتاخد الدعوة دي وهترجمها ولا ما أريدش أصلا من تصريح الرئيس ان هو عايز الدستور يتعدل على فكرة قول النوايا الحسنة ده حقيقي لأن ما أعتقدش حد من الخمسين واحد اللي كانوا قاعدين كان عنده نوايا سهيئة عايز يأزل بلد ويأزل الشعب بدستور فاشل أو بدستور خاسر أو بدستور غير مقبول أنا ما أعتقدش ده حصل يعني وإلا تبقى يبقى إجرام شديد في حق الدولة وحق الشعب ما أعتقدش أنا رأيي أن الخمسين واحد دول كانوا مخلصين وكانت نواياهم حسنة في إقرار الدستور إذن ما قاله السيد الرئيس من النوايا الحسنة ده حقيقي بالتأكيد يعني هو ما هي الشتيمة ولا هي رغبة في التغيير ولا هي رغبة في التعديل ولا حاجة النوايا الحسنة مطلوبة في العمل خاصة العمل السياسي خاصة العمل الوطني ما ينفعش بقى في نوايا سيئة ولا بقى إجرام في حق مصر وبالتالي بكمهاش دعوة من الرئيس أي للتعديل ناس فهمته أنه هو يجب التعديل كان ممكن يقول هو يعني إيه اللي يمنعه من هو يقول أنا أرى أنا في فترة قادمة البرلمان يدرس على سبيل المثال تعديل الدستور ما كانش ما عادش حيلومه على هذا بوجه نظره لكن حتى ده ما تقلش لكن أنا بقول لحضرتك يعني إقرار تعديل الدستور من الآن يعني ما أعتقدش ده مناسب لأنه يجب ممارسة الممارسة الحقيقية الفعلية ثم نأخذ قراراً في ذلك وليكن تعديل الدستور في بعض المواد ده يعني أنا رأي شخصي سنتين قبل كده حيبقى حرام يعني إذا ظلمنا الدستور وظلمنا نفسنا وظلمنا إلا بقى لو كان في مواقف تستدعي ذلك يعني مواقف حقيقية تستدعي ذلك طب خلينا نتكلم في النقطة دي ونرجع برضو ناقش كتير من الأمور مع حد يا جسد اللواء لكن اسمح لنا يكون ده بعد الفاصل مستمرين مع حضرتكم إن شاء الله مستمرين مع حضرتكم إن شاء الله مستمرين مع حضرتكم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امام السناديق حتى يمكن ضمان ان برلمان القادم برلمان وطني مصري حقيقي يريد بخير لهذا البلد فانا الحقيقة يعني بقى ناشد الناس من هنا ان ضرورة ضروري جدا نزول الى صندوق الانتخابات بحشود كبيرة شايف ازاي فرص حزب النور خاصة في القائمة غرب الدلتة او اسكندرية تحديدا لاني قررت تصريحة داك قلت لا اسكندرية برغم انه يعني اللي بيتوارد للزهن دايما ان النور ليه رصيد شعبي عالي هناك مصر حضرتك احنا شايفين كقائمة وجد نظرنا ان احنا داخلين نفوز في المية وعشرين مقعد يعني الاربع قوائم ان شاء الله يعني وخططنا موضوع على كده مش موضوع ان احنا نسيب حاجة وناخد حاجة او في حتى ناس بدأت تقول ده فيه تفاهمات احنا لعندنا تفاهمات ولا حالة تفاهم مع حد احنا داخلين بصفة مستقلة كقائمة هذه القائمة ما لنجدعها باي حد المنافسين على عيننا وعلى رأسنا ونحترمهم جدا وعملين حساب للكل لكن مش ورد لاخلاء دوائر لا 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 نهائي نهائي ده مش في خططنا ولا اسلوبنا ولا طريقتنا ولا عمرنا نعمل كده نعم احنا داخلين نكس ده اربع قواني بما فيها اسكندرية ان شاء الله او يعني الغرب الدلتا سواء كان فيها حزب النور او غير وحزب النور احنا مش بنعمل له حساب زيادة عن اي منافس اخر المنافسين كلهم عندنا على مستوى واحد والمنافسة والخطط بتوضع للكل على مستوى واحد بقولش اه يعني طالما احنا رحيين اسكندرية وفيها حزب النور فنعمل خطط اكبر شوية من حجمها وادق شوية ونهتم لا مفيش كده ما يطبق على جميع المحافظات واحد وما يطبق على المنافسين كلهم واحد والخطة موضوع للكل هي ايه الخطة دي خطط مش خطط خططنا اكررتها كتير ايه خطة يعني خطة دعاية الانتخابية بشكل بشكل باشكالها المختلفة ايه اه خطة المؤتمرات الفلوس اخبارها ايه والله لسه بنحاول نجمحها كلها لكن لسه مجمعناها كلها لا بس فلوس باينه الصرف باين عندنا فلوس طبعا من بعض الاحزاب ذي من ويعني ورجال اعمال اه رجال اعمال الموجودين معانا دول بيبقوا في القايمة مرشاحين نفسهم ولا في صرف من لا 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 كلهم اللى حتى الآن احنا اخدنا من الموجودين في القايمة وبعض الاحزاب طيب اللي يقدر بيشيل في القايمة ولا بتتوزع الزاي اه اه اللي بيقدر بيشيل لكن ما فيش اكبار يعني ما فيش حاجة اسمها غضبا عنك تيجيب كذا كان من الشروط الملاء المالية لم نتحدث في الفلوس خالص الا بعد ما القايمة سلمت وسجلت وقبلت لكن ما كناش نقول لرجل عمال عشان تخش معنا افتكرناك تدفع علينا بعد كده عمرنا ما قلنا كده وكلهم موجودين وكلهم يشهدوا بذلك يعني اعلى مبلغ من عضو مثلا بباكا يعني في ناس دفعت مئات الالوف لكن ما وصلناش لارقام يعني ملايين كتيرة يعني لكن عندنا ملايين بس كده هتوصلوا لسقف الدعاية يعني قربنا للعشرين مليون لكن يعني لسه بشغالين فيها شايف ان المسألة محتاجة فلوس اكتر من كده حتى الان لا انا شايف ان احنا اولا احنا ما عندناش اي نية نخترق القانون يعني ونكسروا معشان كده باسأل اه لا لا خالص احنا العشرين مليون هنشتغل بيهم لكن ما عندناش نية خالص ان احنا لا ناخد زيادة ولا نعمل الافلام ونلف ونظور الكلام ده مش طريقة مخلص يعني الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية اه طبعا ان يكون في المدة مش قبل يعني ليه البعض اخد على قائمة حب مصر انها استعجلت الامور وبدأت الدعاية قبل المعادة الرسمية لا بص اللي احنا عملناها مش دعاية واحنا اللي عملناها عرضناها على خبراء قانونيين واحد واثنين وثلاثة ومعانا مصشر قانوني بتاعنا في القائمة ورجل يعني مشهور معروف المهم يعني مش ده الموضوع لكن احنا قبل ما نعمل كده قلنا هل ده اختراق للقانون وهل ده دعاية مبكرة ولا غير ده مش دعاية مبكرة احنا اللي عملناه انها كتبنا في حب مصر على يفطة وعطينا على مصر لو قلنا برلمان 2015 ولا انتخبه ولا معا مش عارف ايه الكلام ده ما حصلش لكن واحد يكتب تحية مصر واحد يكتب اي حاجة لكن لم نستخدم في حب مصر انتخابيا ما كنتوش قائمة لا 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 خالص ولا قائمة ولا معا معروف اه نهائي موجودة في الشارع والناس شافت لا الكتبين قائمة يصورها لي وجيبها وحنا على الهواء لم يحدث لا هو اللي في السياسة وفهم مصر ألا عارف ان دي قائمة في حب مصر برضو طالما احنا نتكلم من ناحية قانونية ناحية قانونية طالما وكتبناش قائمة ولا نوفمبر مش عارف ايه معا ليه اخترت اول مؤتمر حزبي او اصف اول مؤتمر دعائي ليكو يكون في الصعيد تحدام في انا اولا انا عدد الناخبين فيها كبير الصعيد عدد الناخبين وبرضو اكبر كتير من غرب الدلتا احنا شايفين ان الصعيد الحقيقة بالنسبة للقائمتين الداخلين في المرحلة الاولى قائمة هم للغاية بصرف النظر عن مين منافس لنا يعني زي ما قلتلك احنا بنعمل المنافسين كلهم زي بعض فاهتماما بالصعيد واظهار ان قائمة في حب مصر تريد ايضا الاهتمام بالصعيد مستقبلا فاحنا قررنا ان نبتدي من هناك وكمان هم هناك الصعيدة قالوا لنا ابتدوا من القصر في السحر الرضوانية لان دي فيها بركة وابتعفوا احنا رحنا صلينا الظهر فعلا في السحر نتيجة النصيحة من اهل الصعيد فصلنا الظهر في السحر الرضوانية وثم واتغدنا معاهم الحقيقة هم عزمونا ثم انتقلنا الى القناة وعملنا الحقيقة مؤتمر حاشد زاد عن 20 الف في رأيه 60% منهم شباب وكانوا مشرفين للغاية ويعني ان شاء الله في اسكندرية ومن الخميس الجاية عندنا برضو مؤتمر كبير في اسكندرية وحيالي الجمعة لبعدها برضو في مؤتمر تاني في اسكندرية هتركزوا برضو على اسكندرية في المؤتمر اه احنا عندنا 24 مؤتمر خايفين من الدعاية الليها صبغة دينية استغلال لا المنافس في اسكندرية حزب النور ده رأيه شخصي اذا كان هايستخدم الدين يعني هترصدوا لو فيه تجاوزات يعني فيه اللي جان بقى غرف عالميات احنا لم نقدم اي شكوة حتى الان ضد اي حد ومعندناش النية ان احنا نعمل اختلافات مع اي حد ديني برا واحد مش معنى كده ان احنا مثلا الناس طيبين ومش عارف ايه لا اذا كان فيه اشياء فعلا تستدعي ان احنا نشتكي احنا نشتكي لكن حتى الان ما نشتكنش ومعندناش النية ان احنا لن نتبلع على حد ولا نشتكي حد ظلما ولا نفتري على حد كلام ده خارج نطقنا وخارج تفكيرنا والله لم يبحث اقسم بالله في اي اجتماع من اجتماعاتنا لم يبحث حتى ولا تقال ما عندناش هزين نية خالص احنا ندخلين نشتغل انتخابات نشتغل انتخابات بحقه حقيقي وبنظافة تماما نظافة دي حق ررة تاني يعني عادة انتخابات بيبقى فيها حاجات ضرب تحت الحزام احنا لا حنضرب تحت الحزام ولا عندنا نية ان احنا نفتري على حد ولا عندنا نية ان احنا نعمل اشياء ونقول اشياء تاني لا اللي بنقوله هو اللي بنعمله بأمانة شديدة وكل اللي انا قلت مع حضرتك ده ده حقيقي وده اللي تعمل وبيتعمل ومعندناش نية اطلاقا ان احنا نبقى بوشين وش مع الرأي العام ووش تاني احنا بنامنا لا خالص ايه رأيك في الحكومة ست الله لانه برضو من ضمن الكلام حكومة فترتها ممكن تكون قصيرة البرلمان هيجدد الثقة فيها ولا لا الافضل البرلمان يختار حكومة منه الاكسرية وما الى ذلك بصي حضرتك الحكومة الجديدة دي لسه بقالها ايام اه الثلاث شهور الجايين دول احنا احنا كقائمة اه حنرائب الحكومة كويس تمام بأمانة شديدة وحنرائب ايضا سادة الوزراء اه في وزراء انا شايف شخصيا انه مش تدهم بالكفاءة ومكانهم موجودين الوزراء اللي فاتت وموجودين الوزراء دي وانا شايف انه وجودهم فترة القادمة واجب تحب تقول مين يعني وزير الكهرباء على سبيل المثال انا اعتقد ان الدكتور احمد زيكبادر حينجح في ادارة وزارة التنمية المحلية لانها هو رجل حاسم واحنا نريد الحاسم لان المحليات كما نعرف كلها يعني فيها مشاكل كتير يعني وناس بتشتكي منها وناس اللي في الشارع المقيمين في الدوائر زي الدوائر بيشتكهم المحليات ويقولوا يهم علي لكن احنا شايفين التنمية المحلية شايفها تمام التنمية المحلية ضرورة انها تبقى حاسمة جدا وزارة التخطيط انا شايف ان الحقيقة الدكتور اشرف برضو شغال كويس قوي وبيعمل على قد ما يستطيع من خطط انا شايف جزء منها بتحقق وجزء منها بيشتغل وزير الخارجية مثلا على سبيل المثال رجل مشرف للغاية واحنا شايفين ان احنا معنا وزير الخارجية الآن حقيقي محترف وانا الحقيقة عايز احيي الوزير سامح شكري من هنا لان حقيقة مواقف كلها دفاعا عن مصر مواقف جيدة وسياسة للغاية الخارجية دلوقتي سياسة واضحة المعالم بتقف وقفات نقدر نقول فيها التزام كبير بسياسة مصر الخارجية وايضا فيها التزام كبير بما يجري في المنطقة كلها من اهتمامات سياسة اللوة نم تتكلم كده مش وحشك الكلام بقى في السياسة بعد عن الانتخابات طبعا تحت امرك في اي حاجة سياسة خارجية اللي انت عايزا اه تمام طيب خلينا اتكلم ودائما بقى حذك عندك معلومات غير اللي بنقراها او بنسمع عنها الواقعة بتاعة المصري اللي تعرض للاعتداء في الاردن اولا دلالة الواقعة دي او خطورتها وفي علاقات طيبة بتجمع ما بين الشعبين والرئيسين او جلالة الملكين صحيح بصي هو ما حدث الحقيقة اللي تقال اعتقدش انه كان دقيق لكن هو صدر بيان من السيد السفير الاردن في مصر بشر الخصونة وكان هو ده هيدي الحقيقة وانا حكرارها تاني وحقول ان انا برضو علمت من مصادر اقرى في الاردن ومن السيد السفير ايضا انا كنت الان على هذا الموقف الحقيقة فكلمت سيد سفير بشر الخصونة عشان اعرف الحقيقة اضافة للبيان اللي صدر منه في الوسائل الاعلامية ما حدث ان فيه اهوة في العقبة في مدينة العقبة في ناس قالت انها في عمان وده مش صحيح خالص اهوة في مدينة العقبة فيها عامل مصري بيعمل في القهوة بسيط يعني راح هناك احد اعضاء البرلمان الاردني ومعه مجموعة من الناس المسندين له والشباب بتوعه يعني وبمناسبة هذا العضو البرلمان الاردني مش تبع في حب مصر علشان ايه محدد تفل دعايا هناك اهو الظبط كده لا هو دخل وكان هناك مش عاجبوا الخدمة معرفش يعني فيه كلام حصل في النهاية قام ضرب العامل المصري اه والناس اللي معكمان ضربوه اه بشهادة اللي قاعدين كله هذا الكلام اصار استياء المجتمع الاردني كله بامانة شديدة يعني مش المجتمع الاردني قاعد بقى مكتوف الايدي لو حد يخش على تويتر وخش على فيسبوك ويشوف رأيه لا دفيه اعتذارات قام الشعب الاردني كبيرة جدا وعلى كافة المستوات المستوات العليا اه يعني مستوى مجلس الوزراء في بيان طلع من الدولة اه اه اذا الموضوع اخذ اكبر من حجمه احنا مش بنقول ان الموطنين يتضربو والمصريين ويتهانو ونسكو لا ما بنقولش كده لكن لما شوف ان الحكومة الاردنية اهتمت بالموضوع وطلعت بيان لهذا الكلام وهناك القانون على فكرة ما فوش شزار هناك القانون جاد جدا وسريع في التقاضي مش بقى بنقعد سنة عشان نسمع حكم ولا بتعلق فاذا الموضوع قانونيا باتخذ فيه اجراء اتخذ فيه اجراء دي نمرة واحد نمرة اثنين على مستوى الشعبي استياء الشعبي كبير مما حدث لمواطن مصري بسيط دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة ان حتى في مصر هنا وزير الخارجية برضو ابدأ استياءه لما حدث لا هو غير مقبول لكن مدام بيتم التحقيق في المسألة قانونا وفي اعتذار رسمي وشعبي بالضبط لكن اللي بيستغل الحادثة دي مثل ما حدثك قلت برضو انه ممكن يكون محاولة لدفع الأمور نحو التوتر علاقات الطيبة ما بين البلدين فعايزين يفسدوها على فكرة العلاقات بين مصر والأردن حاليا على أعلى مستوى سواء كان بين الملك أو جلالة الملك وسيد الرئيس أو المستويات الأخرى سواء على مستوى الرؤساء الوزراء أو الوزراء أو حتى على مستوى الدبلوماسي بين السفرات في مصر وفي عمال بسيط اللوة شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق إن شاء الله لحضرتك وللقائمة ولأي حد يعني عايز يخدم البلد دي ويشتغل لصالح مصر وصالح المواطن مصري أولا وأخيرا شكرا جزيلا على وجود حدائك معنا بشكر حضراتكم بكرة إن شاء الله يوم جديد في الحياة اليوم شوفكم على كل خير إن شاء الله شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا